موسيقى نهاركم سعيد مشاهدينا اليوم الخميس خمسة شرين التاني لألفين وخمسة عش عودوا على بدء أزمة النفايات إلى المربع الأول أو إلى نقطة الصفر مجلس وزراء في خبر كان موعد لعقد جلسة تشريعية إنما مع وقف التنفيذ هذا في الداخل أما في المحيط فخلط الأوراق مستمر في سوريا على المستوى الميداني الجيش السوري يستعيد من داعش الطريق الوحيد الذي يؤدي إلى مناطق نفوذ هذا الجيش في حلب كيف يترجم هذا الإنجاز العسكري؟ هل هو فعلا وأصلا إنجاز أم أنه جزء من عمليات الكر والفر بين الجيش السوري من جهة مسنودا بعمليات جوية من قبل السلاح الجو الروسي والمجموعات المسلحة والمعارضة السورية من جهة أخرى؟ كيف هذا سينعكس على طاولة المفاوضات وعلى طاولة التسوية؟ وأي تسوية وبأي ظروف وبأي توقيت؟ كل هذه المواضيع نناقشها مع الكاتب السياسي الأستاذ غسان جواد في حلقتنا اليوم وطبعا إنها عنوين كبرى فيها كتير تفاصيل والشياطين تكمن في التفاصيل أهلا سهلا فيك أستاذ غسان منذور ماذا؟ يعطيك العافية ونعتزل يعني عجقة السير كلها منعلق فيها الصباح خلينا نشوف كيف أحوال العجقة هيدا الصباح طريق جونية عند فؤاد شهاب باتجاه بيروت عجقة سير كل عادة باتجاه الشمال أفضل لقدم شوي بنشوف الاتجاهين عجقة سير يعني اللي بتطلع عشمال أو بتنزل ع بيروت ناطرته هيكي مشقة على الطريق مثل العادة رحلة عذاب الدورة سلك الطريق بالاتجاهين ولكن تحت الجسر في زحمة سير عند الدوار بنكمل أكتر باتجاه الكارانتينة في عجقة سير في حركة ناشطة ولكن ما في توقف للسير عند مثال المخترب الحركة عادية السير عادي وين عم نروح حلق شارل حلو الحركة ناشطة بكل الاتجاهات على الجسر وبكل متفرعات هذه المنطقة ساحة ساسين حركة ناشطة على التقاطع وعلى إشارة السير شارع الحمرة السير واقف بشارع الحمرة انتبهوا الناس اللي عندن شي بهذه المنطقة وبكرنيش المزرعة كمان في عجقة السير طريق المطار خلافاً لأيام بحر الأسبوع لهلأ مقبولة الحركة خاصةً باتجاه قلب العاصمة ولكن باتجاه الجنوب دايماً الطريق السلكي وأخيراً ساحة صيدة عند الدوار كمان في عجقة سير نوعاً ما هيدا إذن أحوال الطرقات أحوال الطرقات ناشطة أكتر من أحوال السياسة اليوم في ضغط سير لأنه البلد مليان ناس مش بس لبنانيين وبالتالي ضغط السير هيدا بيوم رح يصير البلد بيجمع الشعوب يعني ببلد عشتلاف كيلومتر فيك هالضغط وهالزخم من الناس أكيد بده ينعكس على الطريق وعلى الأزمات كلها وبما فيها أزمة نفايات والكهرباء والمي أزمة النفايات هي اللي فجرت كل التراكمات وكل الكلافات على كل الملفات أستاذ غسان لأنه لك حتى بموضوع النفايات يلي هو أزل موضوع ممكن يتناوله حدا أو يعني يزل فيه الشعب اللبناني جعنا لنقطة السفر يعني آه واضح رجعنا للمربع الأول يعني أزمة النفايات كان من العام 2010 معروف بأنه مطمر نعمة معادي ساع وسوكليم بعتت رسائل للدولة للدولة اللبنانية بأنه يعني محرقة العمروسية ما عم بيصير فيه فرز وبنفس الوقت بالمطمر نعمي ما عاد يتحمل وفيه كلمة شهيرة قال الرئيس الحريري وقته كان رئيس حكومة نعم حول هذا الموضوع وكل الطبق السياسي تدرك بأننا كنا قادمين على مأزق في ملف النفايات من 2011 ل2014 تقريبا فات البلد بأزمات سياسية وبتعطيل وبفراغات بالتصلة بالواقع السياسي السوري والإقليمي وبدأ الانكماش الداخلي وبدأت مرحلة الفراغ انطلاقا من 25 أيار 2014 واجت أزمة النفايات لتتوج هذا الفراغ وهذا التآكل بمؤسسات الدولة ولتبين بأنه الطبق السياسي والسيستام كله النظام ما عاد قادر يتعامل مع أقل وأبسط المواضيع اللي صار إلى حلول فنية وجزرية بالعالم الزبالي نحن نقلها النفايات صاروا يعملوا مننا كهرباء وطاقة وطلعوا مننا غاز الميثان صار الاستثمار الأكثر ربحا حتى هلأ نحن نحكي عن الترحيل مثلا الترحيل بس ما أنه بالشيء سهل بيكلف 250-300 دولار طن طيب الترحيل اجوا رجال أعمال سوريين عرضوا أنه هن بيأخذوا النفايات من لبنان هذي عم يتعاملوا مع النفايات كمواد أولية يجري استخدامها بإنتاج الطاقة وفي أيضا شركات أخرى اتطرحت بأنها تاخد النفايات لبنان وفي بعض الدول رفضت لأنه نفايات لبنان لا تطابق المعايير الأوروبية لأنه فيها نفايات طبية لا تطابق المعايير عموما ونحن معنا فرز من المنزل عموما كل الدول متوقع تاخد نفايات ومنا السويد والدنمارك وغيرهم في فرز من المصدر وكيف في شركات سورية بالوضع القائم بسوريا أي شركات وعلى مين عرضت وكيف تدو يصير رجال أعمال لبنانية وكيف ستوافق الحكومة مثلا هذا صعب طبعا نحن على أمور أبسط منهاك عم بيتشدد شو أجو عرضوا رجال أعمال سورية عرضوا أنه الدولة بتوصل بتوصل الدولة النفايات على المصنع ومن هون بيستلمون شو بيعملوا بسوريا عندك فكرة كيف بيعالجوا النفايات هلا بسوريا ما بعرف أعرف عموما أنه بيحفروا وبعد الفرز يعني بصيروا يحطون ويكبسون منيح وبعدين رملوا تراب ما إلى ذلك وبعدين بيحطوا أساطل وبطلعوا الغاز الميثان منها عملية فنية يعني آه طي والده طاقة طبيعي يعني بسوريا معلاش يعني هيدا سخرية القدر بسوريا مع الوضع اللي قائم هلأ الحرب والانقسام وتشرزوا من الشعب السوري قادرين يعالجوا وضو عيلات عم تركب عم يارضوا على لبنان يلي فيه ممنوع أن تطشب الأمنه بقرار دولي عرفته إقليمي بس إنه شل السياسة يعالجوا ملف النفايات بسوريا حتى أكتر من هيك هلأ أنت تطلعي بأعتقد حضرتك تلاطي أو شيء إذا حدا بطلع على الشام لا تعالى أنا على القصير والقلم لا هلأ هلأ أنت ما فيه عامل نظافي تلاطة عجبهات أنا بدماشق عامل النظافي بتشوفيه ثلاثة أربعة الصبح يعني مثل بيروت عادي وبالعكس يعني حتى الخدمات بدماشق لا تزال مؤمنية متوفر أكتر من بيروت خدمات الكهرباء والمي وما إلى ذلك طب إذا كله بعد متوفر ليش بعد فيه مليون وثمينمائة ألف نازح سوري بلبنان عم بيشكله قملة موقوطة اجتماعية أمنية صحية ما بين نفايات نفايات اللبنانيين ونفايات السوريين المي الاستهلاك اللبناني والسوري مع اللاجئين الفلسطينيين كهرباء لبناني والسوري وهذه دراسات عملها أستاذ ربيع الهبر أكتر من مرة بالستستيكس لبنون وكل مرة بجددة وفيه مناطق آمنة واكتر منهم شفناهم راحوا انتخبوا الرئيس الأسد بالسفارة السورية أو بجدادة يابوس ليش بعدهم؟ ملف الموجودين السوريين بلبنان بتقصم لعدة يعني فيه عمال سوريين تاريخيا موجودين هاو تاريخيا وهو دي جزء من السوق يعني عرضه طلب نعم انه قلهم شغل لهم وفيه لاجئين ومهجرين نازحين ونازحين يعني هلأ بالبداية بالألفين وحدة عشر لما بدأت الأزمة السورية كان فيه عنا حكومة الرئيس نجيب ميقاطي وكان فيه الانقسام المعروف ولا يازال وقتها جرت تعامل بلا مسئولية مع هذا الملف ما تعطيت الدولة أنا زاك بمسئولية طلعت نظرية النائب النفس وكأنه النائب النفس بفوت مليونين لاجئ أو نازح على لبنان الدولة اللبنانية ما لا علاقة يعني ما بتتعاطم عادي الملف رغم تبعاته اللي عم تفضلي فيها يعني وتأثيراته اللي كل الناس بيدركوها لما كنا نرفع الصوت أنا زاك كان يقال لنا هذه عنصرية ضد الشعب السوري وضد السوريين بالوقت اللي معروف نحنا يعني موقفنا إلى جانب سوريا الدولة وإلى جانب سوريا الشعب وبالتالي لما نحكي عن تنظيم لما كنا نحكي عن تنظيم الدخول ما كان هذا ينطلق من خلفيات أنه نحنا ما منحب السوريين بالعكس اللي هلأ عاملين حالهم بيحبوا السوريين ووقفين مع السوريين هني أكتر ناس حاقدينوا عنصريين على السوريين كسوريين مش بالخلاف السياسي أو بالخلاف التقليدي وخصوصا من فريق 14 أزار اللي كانوا يعني عمليا مع النظام السوري ضد الشعب أيام أيام الوجود السوري الوجود السوري بلبنان هلأ نحنا عايشين على قنبلة موقوتي كل اللي عم نقوله كانت مقدمات بس نحنا هلأ نقيم على قنبلة موقوتي اسمها ملف النزوح وأحيلك إلى البيانات التي تصدرها المديري العام للأمن العام يلي بتقول الدورة والتوقفات التي تقوم بها صح لعناصر داعشية ولنعناصر متطرفة لسهل بوجودة بمختلف المناطق تقريبا عم بتلاقي وين مكان أنا كل يوم نحنا وبعتقد حضرتك بيوصلك ما بعرف نحنا دايما بيوصلنا كل يوم إيميلات من المديري العام اللي عام للعام عن توقفات بالعشرات هلأ يمكن ما عام يجري الإعلان عنها بطريقة معينة حتى ما ينأذو الناس بس إذا واحد بتابع صار لشي سنة الأمور يومية في توقفات طيب هذا جانب في جانب المخيمات طبعا الرقم الفلسطينيين الفلسطينيين أنا برأيي إلى التراجع في لبنان ما في يعني فيه مية وعشرين ألف اللي مية وخمسين ألف انكترDA كفلسطينيين سوريين كفلسطينيين لبنانيين يعني اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في لبنان لماذا تتراجع عددهم مثلا ببرج البراجني شهر الماضي مية وخمسين شاب فلوا على الدنامارك قول أكيد وقت يكونوا متواقين بهذه الطريقة وضع الاقتصادي والمعيشة بس يصر لهم فرصة صح بس كمان إذا كتحكي بهذا الشيء هناك من يقول أو رأي يقول أنه فيه تشجيع على هجرة الفلسطينيين خاصة من الشباب وبيبقوا الختيارية في لبنان يعني سكرت باب العودة لأنه الختياري اللي معه مفتاح القدس أو بواب القدس مثل ما هن بيتغنوا أو اللاجئي 48 وبالنهاية الحياة يعني سنة الحياة بينما الشباب اللي بروحوا على ظروف أفضل بأوروبا ما بيرجع يفكروا يروحوا على الأراضي الفلسطينية حيث يستمر الصراع أكتر من هيك فيه هلأ من لاجئي اللي يرموك السوريين فلسطينيين خمسين ألف فيزا دوين؟ على أوروبا، على كندا، على أسترالي من لبنان أخدوها من الأردن ومن تركيا يعني بطل يجوز أنه التاريخ يكرر نفسه مع السوريين بموضوع الفلسطينيين أو لا يجوز لأنه أصلا فلسطينيين أقل عددهم ولكن ما بنعرف كيف تنفجر هذه الكملة الموقوطة وأي إطار مع السوريين مية بالمية هلأ أنا كنت عم جرب أقول أنه المخيمات كمخيمات مش هي المشكلة يعني مش الشعب الفلسطيني الموجود بلبنان هو المشكلة المشكلة بمن يريد استخدام المخيمات المخيمات العشوائية أو عم تحكي المخيمات الفلسطينية عم أقول أنه بما يخص الشق الفلسطيني من اللاجئين أولا قرار عند السلطة الفلسطينية عند الفصائل الفلسطينية عند القيادات الفلسطينية هو التعاون مع الدولة اللبنانية وعدم المساس بالأمن اللبناني وعدم الانخراط في الانقسام السياسي اللبناني بس لا يزال هناك معلش مطلبون هذه المخيمات وينتمون إلى هذه التنظيمات مثل داعش وما يدور في فلكة هلأ جزء من الخصوصية الفلسطينية عملت بقرة بعان الحلوة ويمكن بمحلات تانية بقرة الدولة اللبنانية لا تستطيع أن تدخل إليها هلأ الأخطر أنه من 2011 لليوم إذا بدك أكثر من 2003 من وقت طريق غزو العراق حيث كان يخرج من مخيم عين الحلوة جهاديين إلى العراق ويرجعوا على مخيم عين الحلوة من وقته بلش صير المخيم منطقة لتجميع أكبر عدد من العناصر الإرهابية اللي وصلوا لليوم إلى ثلاث مجموعات أساسية من شأنه أنه فعلا بالمخيم بيعين الحلوة يالي هني اللي هني مجموعة بلال بدر وسعيد الشعبي وفيه شو اسمه هاي الصباغ اللي راح أبالي اسمه من ترابلوس يعني لا لا مش حسام الصباغ شخص آخر هني كده جهادي قاعدي وفيه عصبة الأنصار عصبة الأنصار حتى الآن لا تزال تنصق بشكل مقبول مع الدولة اللبنانية ومع الأجهزة الأمنية وبعتقد أنه لواء عباس براهيم مستلم كلها الملف يعني بالعلاقة مع المنظمات الفلسطينية ومع القيادة الفلسطينية ومع السلطة الفلسطينية الخطر أن يدخل طرف آخر على الخط يعني نحن عنا أرار الفلسطينيين وأرار الدولة اللبنانية ما بدنا صدام بدنا نسحب فتاة للتوتر مين هيدا الطرف أستاذ غسان هلأ أنا برأيي فيه أجهزة عم تشتغل أجهزة أمنية تابعة للدول الإقليمية تضغط على لبنان بلحظة محددة بإطار يعني البازل الإقليمي أو طاولة الشطرانج الإقليمية بال2007 ما كان فيه أزمات بسوريا فجأة صار فيه رسائل عبر شمال لبنان من 2010 لل2014 17 أو 18 أو 22 جولة اشتباك ترابلوس باب التباني بجبل محسن وفجأة اكتشفنا أنه هذا كان قرار سياسي وبلحظة تبخروا صح وخطة الأمنية بمعجزة طبق وشو اسمه هلأ قادة المحاور كان تبع باب التباني أو جبل محسن عم بيكون فيه هيك نوع من تحابب بالجلسات في المحكم العسكرية أنه نحن نضحك علينا وفي قوة سياسية نضرر فينا طبعا بيعتقد رحلوا 100 قتيل ما حدث إلينا على اللي راح بهايدي الجولات فإذن فيه فتائل وفيه مخاطر مطلوب إجماع سياسي للتعامل معها والأزمات تحذيرنا من الأزمات الاجتماعية أو تطور الأزمات الاجتماعية هو أنه تبلش الأمور باتجاه مطالب اجتماعية وانفجار اجتماعية أو أزمة اجتماعية وتؤدي إلى تطور بالأمن وهذا بيصير بلبنان يعني بـ 92 صار وصار بأكتر من مرحلة لأنه بيكون الأمور رايحة باتجاه معين نحن بأي أتي جهرة حاليا أنا بتقديري هاي الحكومة ما بقى عادري تصمد يعني شو في غيرها الكل عندهم حرص الكل الأطراف عندها حرص على هذه الحكومة أنه ما يستقيل الرئيس سلام وكل الأطراف عندها حرص على أنه ينقال أو عم ينقال بأنه إذا تستقلت هاي الحكومة ما عاد في مؤسسات صح ما عاد في ولكن في رأي أيضا عم بيقول أنه باللحظة اللي تستقيل في الحكومة معناته صرنا قراب من الحلول كيف كيف هيدا المنطق يلي صار صرنا سامعينه أكتر من منطق مرة نعم كيف موضح أنه بس صار فيه التدخل الروسي المباشر العسكري بسوريا صار فيه تحريك للمسار السياسي ومن خلال فيينا نعم نعم فيه رهان لبناني بعض اللبناني معمول على لا بعض اللبنانيين يعني أو مبني هذا الرهان على اتصالات على قراءة بتقول بأنه من هون لثلاث أربعة شهر يعني لشهر ثلاثة 2016 ممكن يكون تحرك الوضع السوري أكتر ويمرق بلبنان موضوع انتخاب رئيس جمهورية وإعادة تكوين السلطة وبالتالي هذا صاحب هذا الرأي عم بيقول أنه إذا استقالت الحكومة أو إذا استقالت الرئيس السلام بنحط جميع الأفريقاء أمام الأمر الواقع وبدو يجي الأمريكي والسعودي والإيراني وقلنا أنه شو قصتكم ليه فرط البلد تعالوا نروح نعمل شيء فمتوقع بأن القوى السياسية اللبنانية تجتمع هالمرة إما بموسكو وإما بمسقط وإما وهون الأهم بالكويت يعني حسب بالإما كويت يعني يعني بلشت تتغير وجهة بعض الدول الإقليمية الكويت موقفة متميز أصلا تاريخيا حتى بالأزمة السورية مش بنفس الحدي بس مش لدراجة أنه مثلا تستقبل مثلا أو تكون راعي ممكن إن روعة تسوي سلطنة عمان شفنا الدور اللي لعبته بموضوع الملف النووي الإيراني وشفنا التمهيد للموضوع السوري ولكن هل سيكتب لهذا هذه المساعي الاستمرارية في ضمن انقسام الحاد الإقليمي لبنان صديق لبنان ما بقى يحمل إذا ملاحظة بلشنا عم نحكي بأزمة نفاية نعم ما بقى يحمل انتظار لسنوات الكل يعلم بأنه رابط لبنان كليا بالمسار الإقليمي قد يؤدي إلى انتظار سنوات بس طبقة سياسية هيك عاملة طيب بهالأثناء من هلأ لأثلاثة وسنتين وأربعة شو بده يصير بالبلد فيه تآكل فيه اهتراق فيه العسكريين أول مبارح لو ما عملوا اجتهاد الرئيس بري والرئيس تمام سلام ومعالي وزير المال لو ما عملوا اجتهاد ما كان قدروا أبضوا الموظفين مبارح هو العسكريين يعني وبالتالي نحن أمام خيارين بس السائل الحكومي وفيه رأي عند 14 أزار يعني حتى يعرفوا أنه بيوصلنا كمان نقاشاتهم أنه لازم تروح على تصريف الأعمال هذه الحكومة حتى كل وزير بصير لوحده حكومي يعني كل وزير يعني يعني من عم بيقوله للرئيس سلام بالعكس أفضل تستئيل مع العلم بأنه السعودية أو السفير السعودي وقت لمرت الماضي رئيس سلام لوح بالاستئالة وقت كان بنيويورك وجاية أول من زاره كان السفير علي عواض العسيري اللي يقل له أنه نحن مش بهذا التوجه يعني ما بتقدر تستئيل إذن نحن بعدنا بنقاش داخل 14 أزار هل الاستقالة مفيدة أو لا فيه طرف عم بيقول مفيدة من روعة تصريف أعمال وفيه طرف عم بيقول أي طرف بتفيده يصرف أعمال بأي وزارات نشوف شو بده يتمرر من مشاريع وصفاءات وتركيبات ما هاي كمان هاي دي هلأ هون رئيس سلام شو بده يكون موقفه كمان الرجل ما وانا نشيل من حساباتنا بأنه هيبته هيبت رئيسته وعهده وأنه إذا هاي حكومة لا بده تجتمع ولا بده تنتج ولا بده تكون فعالة ما شو اللي بتحمل المسئولية يعني إذا القوة السياسية هي اللي متحكمة بالبلد مش معنوية يعني إذا أنت رئيسة حكومة وما بتجتمع الحكومة أنه شو اللي طعمة يعني أنت حتحسي أنه شو المنصب بس كمان مسئوليتك أنت الوطنية إذا بدنا نفكر بالرأي الآخر كيف تجي تستقيل مجلس نواب يمكن ما يفتح يمكن ما يكون في جلسة أشرعية بعمل مش عارفين لا أرجح يعني يمكن خلق وصلين لهيدا الموضوع ما في رئيس جمهورية بلد كله مشلول بدك تفلط لملأ لكل وزير يمرر اللي بده إياه ونحن نشوف في كل وزارة الصفقات والتركيبات والتمرئات كل فريق لنفسه لجماعته أحساب الآخرين ما كمان عند في مسئولية هون تطلقى على عاطق الرئيس السلام أنه كل هيدا هو كمان بيتحمله فكيف بدك منه يستقيل وليس بتترك لأمور طفلات أولك معقول يكون فيه عرقلة بملف النفايات عرقلة سياسية لإحراج الرئيس السلام وإخراجه ما بتستألني إلي أنت عم تقول هيك تقول أنت معلومات فأزا أنا بتقديري فيه فيه أطبة مخفية مين بده عرقل الرئيس السلام بتعرفي مش عارف بالضبط يعني أشخاص بعرف فاضح في جهات هيدا وصلت الدولة صارت تحكي مع المخاتير ورؤسة البلديات إما في هيبة وأنه معقول أنه ما مش عم يلاقه مطمر شي يعني يعني هناك من يريد إسقاط حكومة الرئيس السلام من يريد أحراج الرئيس السلام أحراجه لأحراجه أو لدفع نحو اللي حضرتك عم تقولي أنه تصريف الأعمال تصريف الأعمال بصير كل وزير رئيس حكومة أنه هلأ بعد الاستقالة نحن أمام مسارين إما تسريع الحل وبالتالي خلال بدايات 2016 تقريبا شهر اثنين ثلاثة بنكون أمام إعادة تكوين السلطة وانتخاب رئيس ورئيس حكومي وحكومي وأنون انتخاب وإما رحنا على فراغ طويل يؤدي لاحقا إلى مش مؤتمر تأسيسي حتى فراغ طويل مع تصريف الأعمال إلى صيغة جديدة يؤدي إلى صيغة جديدة لأنه صيغة الطائف كمان ما حنقول صيغة الطائف الصيغة القديمة لأنه هلأ سبنا إذا بتقولي طائف كأنك يعني عم تقولي شي نص مقدس من الديانات الإبراهيمية الثلاث بالنسبة لأنه للبعض هو منه مقدس وفي خلل تاب إما تسريع الحل من بيده تسريع الحل إذا ما نمشي بهالسيناريوات اللي طرحت حضرتك مين بيده إذا سألت حكومة وين سعودية وإيران وين سعودية والولايات المتحدة وإيران والولايات المتحدة همهم بلبنان بوقت يلي الصراع أشده بين إيران والسعودية وملفات اليمن والعراق وسوريا أهم بكتير من لبنان بالنسبة لهم أنا بتقديري والنواء ورفع العقوبات والمصالح الأمريكية والأوروبية بإيران وبالمنطقة قبل ما نوصل على لبنان بتقديري أنه من هون لخمسة عشر شهر لهو موعد بداية المفاوضات حول اليمن بده يبلش نشهد نوع من انحدار بحدة اللهجة بين السعوديين والإيرانيين ليه؟ بتقديري لأنه الأمريكي بده يوصل للحظة بده يطلب من حلفائه ينزلوا السقف شوية أنه طبعا السعودي ساعتها بياخد شيء باليمن يعني مش أنه ببلاش ولكن بده يصير في نوع تقاطع مصالح بين إيران والسعودي مع مصالح تقاصم مصالح تقاصم الجبنة هلأ بلبنان إذا بتذكر أمتى تشكلت الحكومة بشباط 2014 تشكلت حكومة الرئيس تمام سلام نعم شباط 2014 كانت بزروة الخلاف الإيراني السعودي بسوريا وبالملف النووي وكان لبنان واقع تحت موجة تفجيرات صح عم تضرب الضحية والسفارة الإيرانية ومناطق وبالبقاع وصواريخ وما إلى ذلك كان بلحظتها يبدو كأنه مستحيل الإيراني والسعوديين يحكوا مع بعض وبالتالي مستحيل حزب الله والمستقبل يفوتوا بشراكة حكومية مع بعض ويوصلوا لحوار بعدين ويعملوا هذه آه وبعدين وصلنا لحوار نحن اليوم رغم كل ما يحدث هاي الحكومة بشكل يعني بالفلسفة اللي اجت فيها نجحت وهي فلسفة حفاظ على الأمن إذا بتتذكر وقتها كانت يعني الشعار المطروح نعم هو إعادة طيار المستقبل إلى السلطة بقوة صح وقد عاد المستقبل إلى السلطة بقوة وبالمقابل أيضا المستقبل يؤمن شراكة داخلية لحزب الله ولحركة أمل فيما يخص الأمن من هون شفنا شخصيات تعتبر محسوبة على الصقور عملوا وزراء للقول بأن الوزير بأن المستقبل عادة بقوة إلى السلطة أنا زيك مشينا فشلنا بتحضير المناخات لانتخاب رئيس جمهورية وقتها ونجحنا نجح الحكومة ونجح البلد بالخطة الأمنية طبعا في ملاحظات ولكن عموما الأمن مقبول وفي قرار سياسي وإرادة سياسية طبعا إقليمية هي هاي إقليمية ودولية أن تكون السحة اللبنانية مستقرة ما كان في خطة أمنية ولا شي ولو ما كان في قرار إقليمي ودولي أن تشكل حكومة الرئيس السلام ويسمى الرئيس السلام كمان وكمان أي حال في لبنان ما رح يكون بإيدي لبنانيين ما يحنى ترك الأمر لقلهم عم بنتفقوا بعضهم وكل واحد ناطر المحور اللي بنتمي لقلهم أكيد الحطة الأمنية هي نفسه القرار اللي إجاب الحكومة واللي أسس يعني اللي شكل حكومة رئيس تمام سلام بعد عشرة شهر من المشاورات هو نفسه اللي يقف خلف الاستقرار الأمني وأنا عم بعطي هالمسأل أقول بأنه فيه احتمال لتقاطع إيراني سعودي بمعزل عن الأزمة الإقليمية انطلاقا من لبنان وهذا بيكون اختبار يعني التفاهم في لبنان على الرئاسة وعلى الحكومة وعلى قانون الانتخابات وعلى رئاسة الحكومة أشدد أيضا بيكون هون عم يعملوا الإيراني والسعوديين اختبار لإحتمالات التسوية بالمنطق انطلاقا من لبنان ملفات سهلة بالملفات اللي ما فيها دم بعد يعني ما فيها قتال وسلاح ومش مشاربك يوم عقدي قد الملف السوري طب إذا بلش من الملفات السهلة برأيك كيف يكون الحل في لبنان بيكون عبر إما انتخب يعني انتخب رئيس أي رئيس لا إما بيقبل بالعماد عون رئيس للجمهورية أو لا وأما بيحكوا معه بيتفاهموا هني وياه وقوة ماني أزهار على مرشح آخر مرشح شو؟ توافق لا ما اسمه توافقي تسوية المقاومة وأنا أعرف موقف حزب الله يرفضون تكرار تجربة الرئيس التوافقي أكتر من يرفضون رئيس معادي للمقاومة أو ليس قريبا بيتفاك تجبر 14 أدار برئيس بيرضع لي حزب الله بس يمكن 14 أدار ما بديه طيب نحن عم بيقبلوا هني برئيس حكومة كيف ما اتطفق يعني عم يقبلوا برئيس حكومة رئيس الحكومة القوي مقابل رئيس الجمهورية القوي هيك يعني صحيح يعني عودة سعد الحريري مقابل انتخاب العماد ميشيل عون هاي ويردي العماد عون الحريري السعودية أو الوزير الفرنجية نهاد المشنوق أف يعني هيدا اللي عم بيتم تداول فيه يعني هاي المعلومات أنا كتبتها أصلا من شهرين ثلاثة بالجمهورية قبل ما اترك بس صرت شيء تير بعيد مع كل اللي عم بيسير بعده ونفس الإطار أنه حزب الله قوة 8 أزار عموما لن تطمئن لرئيس الجمهورية على شكلة الرئيس السابق يعني بنفس توجهاته مع احترام إله بالتأكيد بنفس توجهاته بدهم مثل ما المستقبل يطمئن لرئيس حكومة قوي بيمثل مصالحه بالدولة نعم بس فين يقوله حزب الله والمقاومة بدهم رئيس جمهوري يمثل فين يجوا يقوله طيار المستقبل أو السعودية أو 14 أذار طب ما أنتو عندكن رئيس مجلس النية بالشيعة القوي مقابل رئيس الحكومة السنية القوي ورئيس المارون رئيس الجمهورية المارونة هو لا الكل بس أكيد لا الكل إلا للمسيحيين ممنوع يسمون المسيحيين ممنوع يسمون المسيحيين ووالله بصة الرئيس القوي إذا بدنا نشرح أنا اسمعت من رئيس بري نعم عم بقول أنه الرئيس الشيعي القوي هو قوي لأنه الشيعه معه غالبيته والرئيس السنة القوي قوي لأنه غالبية السنة معه المرشح المسيحي القوي ما عم بيكون قوي لأنه مش كل المسيحيين معه بس في مرشحين عندهم أكترية مسيحية وما أنه شيء مو خطأ أنه يكون في تنوع بالعكس لازم التواقف التانية لتنعجم المسيحيين بس أنه وقتها تجي تلقي زعمة مسيحيين عندهم أكتريات بشارعهم تجيب حدا لا يمثل صحيح هون شو رأيه الرئيس بالرئيس طبعا أول واحد أعلى الرئيس بالرئيس أنه العماد عون مرشح 8 أزار وبعضه هذا الموقف ما غير رغم غلافات هاي غلافات بالتكتيك بالاستراتيجية حركة أمل والتيار الوطن الحور شوف يأنت من 2006 إلى اليوم بالأشياء الاستراتيجية مع بعض هلأ بيختلفوا بالإدارة ما في كيميا هذي أمور مختلفة يعني ما إلي علاقة بالموقف السياسي بجوهر بس إعادة تكوين السلطة في حال إذا عم نكمل بالسيناريو اللي عم تطرحه حضرتك إنه استقالة حكومة الرئيس سلام إعادة تكوين السلطة يكون بانتخاب رئيس بتعمل انتخابات بترجع بتتكون السلطة بمجلس يعني هي وظيفة المؤتمر هيدا اللي بدو ينعقد إذا عقد مؤتمر للجماعات اللبنانية بس الدوحة في أحداث فرضته ماذا سيفرض مؤتمر وبرعاية قوى إقليمية وهذه القوى الإقليمية ستوافق على شروط هيدا الفريق أو هيدا أو ذاك تقديري أنا أو يتنزلوا لبعض القوى الإقليمية طبعا لأنه بلبنان هنا عزرا من السياسيين أدات بإيد هذه القوى جزء منه يعني لما بيقول سمحت السيد بأنه نحن ما متلقى أوامر من إيران أنا إذا كان يقول هالكلام يعني إذا أسمع هالكلام من عشر سنين كنت ما كنت صدق لأنني ما كنت صحبة مع حزب الله وبعرف كيف آليات اتخاذ القرار بالحزب بس هلأ بصدق وبصدق كتير كمان وحتى بقصة الدوحة بحكي لك وأنت تابعتها وقته كان منه شهر متكي وزير خارجية إيران ففيقوش الساعة ثلاثة بالليل وقته أمير قطر أو حدا أنه مختلفين على زق البلاط وقته كانت الدقرة الأولى بتتذكر أنه فيه دايرتان بدأت تكون أو ثلاث دواير كان في هذا النقاش موضوع أنه الانتسابات ففيقوه وعم بيقولوله أنه رح يفرط الاتفاق وعم بيضبوا الشنط وبدفلوا ع بيروت ولازم تحكم على حزب الله بخصوص زق البلاط فتطلع قال لهم وين هاي زق البلاط بلبناء يعني ما بيعرف وقال لهم احكم على حزب الله وقته اللبنانيين بيعودوا الخارج على أنه هن عنده نايدة الطريقة أنه قالوا شو رأيكم ولكن مش بالضرورة الخارج يكون يعني بكل لحظة متابع أو مواكب خصوصا أنه لبنان هلأ شو فيه يعني يعني ما فيه مصالح كبرى حاليا فيه نوع من تموضع وفيه نوع من استاتيكو مركبينه لا بانتظار ما سيأتي حتى ما ينفجر البلد على الفاضي هلأ أنت حضرتك سألت أنه كان فيه قبل سبع أيار أحداث قبل الدوحة أحداث سبع أيار قدت إلى الدوحة إذا استقالت الحكومة وإذا استقال رئيس الحكومة بناءًا إلى أزمة النفايات يعني دخلنا إلى أزمة اجتماعية مفتوحة وهذه الأزمة قد تصل لمرحلة منها الذروة تؤدي إلى إحراج جميع الأطراف السياسية وبتخلي الخارج يجي يتدخل بسرعة ويقول لهم تفضلوا عدوا على الطاولة لأن أي خارج إيران سعودية أمريكا؟ أكيد الولايات المتحدة الأمريكية السعودية وإيران والقوى السياسية اللبنانية عندها وظيفة يعني مش بس أنه بس بتاخد التعليمي أنه كمان نحن عنا كيف نناقش ملف الرئاسة كيف نناقش رئاسة الحكومة انتخابات قانون الانتخابات والأهم قانون الانتخابات لهو ما يصير يعني ينعمل مثل كل مرة على حساب شريحة من اللبنانيين واحد واثنان أنه صار قانون الانتخابات مثل يعني بنرضي فلان ومنرضي فلان يعني بنحمل المقص وبنقص السدواية صح بالوقت اللي مطلوب اليوم قانون انتخابات عصري حديث ممثل وبنفس الوقت يفتح المجل لكل العالم يعيد انتاج الطبقة السياسية بتعمل حيوية بالحياة السياسية جديدة أو أقله يخرق يحدث خارق بهذه الطبقة السياسية بدم جديد خارج هذا وإذا عملت عن نسبية فيه فرصة يعني فيه فرصة أنه نشوف وجوه شباب فيه فرصة ما العليقة بكل الأحزاب منع حزبي ايه أنه فيه فرصة يلي منهم من تمين لا لثمانة ولا لأربعة عشر ولا لأي اللي مأكد منه أنا بما يخص قانون الانتخابات أنه تماني أزار وتحديدا حزب الله وحركة أمل مهما جرى لن يسيروا بقانون انتخابات إلا إذا كان نص بنص بالحد الأدنى يعني نص نسبي نص أكتري يعني النسبية محسومة بس ما بيمشوا بأكتري لا لا هذا موضوع حتى من فترك عم نناقش تبين أنه حزب الله وحركة أمل بيخسروا ست نواب بالنسبة والأكتري مع بعضون نص بنص بالنسبة أو أكتري نص بنص يعني بيفتح مجال حتى الرئيس بررس محتوى عم بيقول عم بيقول صح نحن بنخسر ست سبع نواب أنا وحزب الله ولكن نربح لبنان وهي كلمة يعني لازم الكل بس بدك من يتلقف أو ما في حدا بيتلقف فيك يعني إذا هو مستعدين يرساره مستقبل خايفين مستقبل ليش ما هنه أكبر كتلينية بي من شو خايفين ما بده النسبية بيعتبروا أنه بتصعد قوة سنية بتخليه يعني تصير شريكي بالأراضي وتحرر مقاعد مسيحية طبعا هذا هذا أهم شيء الكل مش بس المستقبل كل حط يدعى المسيحيين من الطائف لليوم يعني المستقبل من تركيبة الطائف لليوم هلأ أنت ما بدك تحكي عن الطائف والدستور لا بس من تركيبة الطائف لليوم أنا هو كاتبهم من التسعينات نحنا لما كنا نواجه هذا النظام بالسبعة وتسعين ثمانة وتسعين كانوا الشباب بعضهم يعني بالعكس هذا نظام ظلم المسيحيين عقل حقل نحن نفذ بهذه التفاصيل ونشوف فعلا إذا في إمكانية بأي ظروف اللي كانت رح تفرض التسوية هل فعلا سيحقق المسيحيون ما يصبون إله يعني من استعادة أقل وجود أكام بالإدارات ونفوذ ورأي وقرار وموقف واحترام موقف وحتى مقاعد على قاعدة المناصفة أنا رأي جزء من أزمة لبنان هدا هي أزمة المسيحيين لبنان هيد الجمهورية هذا الكيان بدون الفعالية المسيحية ما له طعمه هيدا كلام كتير حلوس معناه من قيادات كتير من كل الطواقف إنه لبنان بلا المسيحيين ما بيسوى شي الفعالية المسيحية بس بس إلا ما حاطت إيده على شو المسيحيين على ما بيحرر للمقعد ولا الموقع بالـ 48 معلش إذا حزب الله والرئيس بري عم بيقولوا بالانتخابات النيابية ولو نحن بنخسر ولو مشوا مع الجنرال عون والوزير الفرنجية بموضوع وقت اللقاء الأرثوديكسي بس عم نشوف هلأ تعيينات وظائف بالوزارات وقتا عم ينفضى موقع مسيحي كيف بعض الوزراء بنتميني قدر بعبوها بموظفين من غير طواقف منهم المسيحيين للأسف يعني بريكم نرجع من تابع متابع حلقتنا بمحورة تانية وبعدنا يعني عم نغوص بالتفاصيل اللبنانية كنا عم نحكي انه اذا وصلنا لهيدا السيناريو بس اذا رحنا لفراغ طويل والاحتراء اللي عم نحكي عنه والإنبلة الموقوطة امت بتظلك انت تبرده ما تنفجر مثلا هي الجهود بالتأكيد انه الامن هو قرار متل ما حضرتك قلتي قبل شوي انه هو قرار اقليمي دولي عم بتم يعني بلبنان ترجمته بشكل كويس بشكل حرفي هلأ نحنا نخشى بانه هيدا القرار الاقليمي الدولي يعني بلحظة ما يبطل موجود او يتغير او طرف من الاطراف الاقليمية جرب يستخدم لبنان كجزء من طاولة الشطرنج الاقليمية ويحطه بالحريق المندلع بالمنطقة لحتى يوجه رسائل لحتى يعزز نفوزه لحتى بتعرفي بالسياسي في عدة اعتبارات وعددة توصفات لهذا الموضوع انا بتقديري اذا ما قدرنا خلال سنة يعني بدايات السنة الجاي 2016 يعني شهر اثنان ثلاثة ما قدرنا مرقنا رئيس لا بتحدد هيدا الموعد لانه بتكون عمليا بلشت تترجم مفاعل الحملة الروسية وبلش ينشغل جديا على حل سياسي انتقالي بسوريا يعني شئنا ما بين مرتبط الوضع بلبنان بالميدان وخلط الاوراق العسكرية والميدانية بسوريا صحيح لبنان مرتبط كليا وإلا كنا انتخبنا رئيس ليه هالقدي يعني مش صحيح بس انه عقدة العماد عون انه عقدة انه ما بدني انتخبو العماد عون انه هذا اللي يعني اللي عم بيفكر بلبنان ما عم بيفكر باشخاص عم بيفكر بموقع ودور لبنان بالنظام الاقليمي اللي بدو يركم شو بدو يكون موقع ودور لبنان اذا كان في استمرارية للنظام تنفوت بالفرضيتين اذا اجت الدربات الروسية وبقتبلوارت الصورة من هلأ لشهر شباط وادار متل ما بتقول حضرتك بالالفين وستعاش وكانت الحلقة الاقوى وفرد التسوية ابقت على النظام وعلى الرئيس الاسد شو بيكون مطلوب من لبنان ساعتها او ما هو الدور للبنان اذا هذا الحلف هو اللي كان الاقوى على طاولة المفاوضات طبعا يعني هون في شي مطروح برأيي انا على اللبنانيين انفسهم انه هل نحن بنى يظل لبنان هو جمهورية تسويات وطواقف وفقط يعني مختبر للمنطقة ولقياس يعني اتجاهات الامور بالمنطقة والله نحن بنشكل بلدي يكون وطن فعلا نهائي وراسخ وسرمدي اذا نحن كل اللبنانيين ما عنا خيار نروح على اللبنان المواطني لبنان الدولي لبنان اعادة انتاج الحلم اللبناني اللي رح يصير عمره 100 سنة اللي بعد خمس سنين لبنان عمره 100 سنة بيكون اذا ما قدرنا رحنا على هذه الميلي للأسف يعني ما بعرف شو بدي يعني ما بدي احبط الناس انا متفائل متفائل ايه انا شخصيا متفائل بشو متفائل متفائل بانه هاي المنطقة بالرغم من كل اللي شفناها من مقاسي وحروب فيه الى مستقبل كويس الى علاقة بسروات فيها الى علاقة بانه فيها قدرات بشرية الى علاقة بانه فيها ناس يعني ممكن تعيد انتاج او طان بهالمنطقة فاذا ربحوا مش ربحوا اذا كانت موازين القوى اذا كانت اصح لمصلحة النظام وحلفاء انا برأيي لازم كيف كيف بدك ترجميه بلبنان بدك ترجميه بقانون انتخاب وقال له هلا يروح حزب الله يقاتل بكل الكوكب ويربح وما يقدر يعمل انتخابات على اساس النسبية بلبنان شو بستفيد كيف بترجم هادي اي تسوية بده تفرض على الرافض لهذا القانون وهذه التركيبة اي تسوية بتقدر تفرض عليهم انه يقبلوا بقانون انتخابك اذا هو المدخل التسوية هي لمصلحة البلد برأيك اذا همموا لمصلحة البلد ما كانت المؤسسات مشلولة بدنا نوصل لمحالا راهن حتى بالمستقبل حتى بالقوات حتى بكل الاطراف راهن على الناس اللي بده الدولة وعلى الناس اللي بده فعلا تعمل دولة بس دولة دولة قوية دولة زاد سيادي مش هيكل دولة السفير السعودي بحركه وغيره 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 يعني لذلك ما عنا خيار اما بالمرحلة المقبلة نروح نعمل بلد ودولة جدية واما نفكر بخيارات تانية نفكر بصيغ تانية ما يكون عنا محدودية بالنظر للصيغ الملائمة لنكون موجودين مع بعض نحن مقررين نعيش مع بعض كاللبنانيين نفتش على الصيغة الأمثل اللي بتخلينا عايشين كلنا بعدالة وبمساوات انت من المؤمنين انه نحن راح نروح على مؤتمر ما يسمى مؤتمر تأسيسي ما عاد ندى يمشي البلد بدون شي جديد اعادة نظر بالطائف شي جديد طائف جديد انا بدك رأيي انا رأيي هلأ لبنان فينا نقول اتفاق عمان جديد ما بعرف وين كويت جديد وين بيروت جديد شو مين راعي موسكو بلك موسكو كمان بيتسلوا بعدين بموسكو احسن من الدوحة دوحة صغيرة راح تتعرفين بيظل منطقة عم ينطرح فيها موضوع الهويات موضوع الهويات الدينية والطائفية وغيرة 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 طب خلونا نرجع لبنان لوظيفته لبنان شو وظيفته كيف عرفها الاباء المؤسسون لهذا الكيان عرفوها بان وظيفة الحفاظ على التعدد الثقافي والاثني والطائفي والمذهب بالمنطقة وهو رسالة للعالم بانه هذه الثقافات تستطيع ان تتجاور وان تتعايش بدون ان تتصادم وتأتل بعض وتأبر بعض هيدا هو لبنان هيدا فكرة لبنان من الاساس ميشيل شيحة بيقول كل طائفة على الخوف كل طائفة تسلقت جبلا من خوفها راحوا المورنة قطلوا على جبل والدروز على جبل والشياع على جبل تستر في جبل محسن او اكتر جبل مش جبل يعني وبهالمعنى بنا نعيد نشكل جمهورية طواقف ولا جمهورية تحترم الطواقف جمهورية طواقف ما عاد يمشي الحال او تحكمة طواقف انه هي قدامنا نحن جمهورية طواقف ما عاد يمشي الحال جمهورية تحترم هذا التعدد وهذا التنوع ولكن تفصل بينه وبين مسار الدولة هذه الجمهورية اللي ممكن تمشي وأنا برأيي حتى ما يخوفوا المسيحيين من الموضوع نرجع نعمل نوع من إعادة شوية صلاحيات لرئاسة الجمهورية شوية صلاحيات يعني إعادة التوازن تشيلي صلاحيات من مجلس الوزراء ترجعيها لرئيس الجمهورية لأنه بالتجربة يبين في أمور كتير أنه الطائف ظلموا لرئيس الجمهورية وطلعوا يعني وزير أقوى منه صح هذه مثلا ضمن الإصلاحات فيه ضمن الإصلاحات أيضا قانون انتخابي على أساس نسبة تحرير الوظيفة العامة من القيد الطائفي يعني جملة من الإصلاحات إذا حررت الوظيفة العامة من القيد الطائفي هي هلأ ومنتهكة لا لا عم نحكي مش عم نحكي عن الدرجة الأولى لا والتاني والتالتي ما ببقى فيه مجرد للمسيحيين لا بمؤجهزة الأمنية ولا بالجيش 20% ولا حتى بيئة الإدارات العامة يعني 20% و18 مش مقصرين بحق المسيحيين بهيدا الإطار يعني 20% في شيء العلاقة بالمسيحيين هلأ شاب مسيحي عايش ما بدي يقول بيعكر ولا عايش هون بغزير بيقبل الروح على الجيش 900 ألف ما عم بيروحوا بيفضل يروحها بس في كتار مبلة في كتار لو في نس معك حق ما بتقبل بس في كتار مبلة في نسبة مبلة بس ما عم بتلاقي إلى أبواب مفتوحة أو في يلي بيكوب مثلا ناطر يكون قوله مطرح بالدولة بحقه بوظيفة بفئة تانية فئة تالتة ما بيش بدي بالفئة الأولى بتشوفوا بيفضل الموقع عم بيملى بغير طائفة هذا غلط تجاوزت عم بيقوم فيها وزراء من 8 و 14 هذا غلط والوزراء المسيحيين ما بعرف إذا عم بيراجعوا ما عم بيراجع إذا عم يضربوا إيدهم على الطاولة يحفظوا حقوق الطواقف المسيحية ما منعرف حتى بالمقابل فيه كمان يعني ما حدا مأصر ما حدا مأصر بحد بس بالعمق لازم نشجع المسيحيين على الدخول إلى الدولة أنه يتوظف بدك تطمنهم كمان يعني الجيش الدولة طائف أحبط المسيحيين الطائف أقصاهم 92 ما كانوا بالانتخابات النيابية مين كان جاكب نواب هل كانوا يمثلون المسيحيين نعم أم لا أكيد لا يعني لو لا البطرق صفير وقته ما في مسيحيين وقته اللي قاعد المسيحيين والبطرق صفير لأنه قياداتهم هيدا كان بالحبس والتاني كان بالسجن عفوا بالنفي يعني معك حق المسلك اللي صلك تجاه المسيحيين من الطائف لليوم هو مسلك اقصائي كان ومع عم يطمنهم أو معم يحسسهم بأنه والله هنه جزء من الشراكة ولا يزال ولا يزال في مشاكل حلق المشكلة مع العماد عون شو هي هي مشكلة عم بيقول لهم العماد عون بدي يفوت على النظام أنا معكم شريك وأمثل المسيحيين في هذا النظام عم بيقول لهم ممنوع ما بنا نفوتك معنا على النظام برأيك قديش الحوار بين العماد عون وبين الدكتور جعجع والأمور اللي عم بيتفقوا عليها بتنقز الآخرين لأنه بما كان ما أدرك الرجلين أنه لا في شي فعلا عم بيطال المسيحيين يعني بينقز الآخرين ما بيعمل حساسية مثلا إذا بتليلي عند الشيعة مثلا حزب الله نعم ما بيعمل حساسية ما حسيت بحساسية حيال أنه يحكوا المسيحيين مع بعض بالعكس هذا مطلوب وإذا اتفقوا عندهم موقف واحد وهن يشكلوا أكترية مع بعضهم هذا مطلوب إذا اتفقوا على رئاس جمهورية لكل قالوا بنمشي معهم إذا اتفقوا على مثلا هلأ بموضوع الجلس التشريعي هذا سؤال دايما بحب اسأله إذا اتفقوا الدكتور جعجع والعماد عون على أنه يكون العماد عون رئيس للجمهورية وهن مع بعضهم بشكله أكترية صاحقة من الشريع المسيحي هل يقبلوا بـ 14 أدار حلفائه للدكتور جعجع والعكس صحيح إذا اتفق العماد عنه الدكتور جعجع أنه الدكتور جعجع هو مرشح الرئاسي هل سيقبل حزب الله وحركة أمان تنكونوا أعين هو سؤال هذا افتراضي على كل حال مش رح نوصلوا الأرجح مش رح نوصلوا ما بيتفقوا بهذا الملف ولكن إذا اتفقوا أنا ما بدي أقول أنه اجتهد في مواقف قدامة معلنة الثمانية أذار كلها قالت أنا شو بيتفقوا المسيحيين بمشي و14 أذار قالوا أنه شو بيتفقوا المسيحيين كلام جميل بيترجموا تنينيتهم أو الدكتور تنينيتهم بيترجموا فإذا هلأ على المسيحيين يتفقوا وحطوا الآخرين أمام الأمر الواقع يطلعوهم كذبين إذا كانوا عمي يكذبوا ولكن الأبعد من رئاسة الجمهورية علينا البحث اليوم في المسيحيين مش بس من منطلق الرئاسة من منطلق ما يتعرض له المسيحيون في المنطقة ورمزية بقاءهم وقوتهم وحيويتهم وفعليتهم في هذا الشرق يا عمي إسرائيل صارت مهجرة مسيحيين فلسطين بعد فيه 2% من المسيحيين الفلسطينيين موجودين بالإدس وبيبات لحم والناصرة اللي هي أرض السيد المسيح وولاد مطرح مخلق السيد المسيح بعد فيه 2% من السكان مسيحيين طيب داعش تكفلت اسم الله بالعراق وبسوريا عم تهجرهم والجماعات المتطرفة بلبنان فيه سياسات متطرفة تتقاطع مع الداعش وتتقاطع حتى مع فكرة إفراغ المسيحيين من الشرق وعم بيمارسوا اتجاههم ممارسة ذمية انه كيف يعني رئيس كتلة مثل عماد عون عنده 23-24 نايب ما فيه عم الرئيس جمهورية بلبنان انه بده رضا فلان ورضا فلان فيه نوع من محاولة يعني ما تبقى من فعالية مسيحية القضاء عليها هني من التسعين للألفان وخمسة كانوا عم يشتغلوا على أخذ حصة المسيحيين وعلى تسيير الأمور كيف ما اتطفق وعلى تأجيل الملفات وتأجيل التمثيل وتأجيل الشراكة وتأجيل كل هذا الكلام الميثاقي أوكي طيب بعد الالفان وخمسة رجع الدكتور جعجع طلع من الحبس ورجع العماد ميشيل عون ورجعوا المسيحيين ما حسينا أداء ملموس بالتعاطي الجدي مع المسيحيين تحديدا يعني مع ممثلينهم الأكثر تمثيلا لهن القوات والطيار الوطن الحور ما جرى التعاطي معهم يعني بتذكر أنا المستقبل وقت شكلت الحكومة يعني حزب الله حريص دايما على إظهار المشهد وأنه بياخد برأي حليفه بيتفاهم مع حليفه بيحكي مع حليفه لأنه بحاجة المستقبل لما عملوا الحكومة ما حكيوا مع القوات ما حكيوا أبدا والأمور واصلة يعني لدرجة أنه الرئيس سعد الحريري ما بحطه بالجاو كان للدكتور جعجع الأمر اللي دفع الدكتور جعجع أنه يروح يفتح مباشر مع السعوديين وهلأ للمفارقة بس حياته كان أصلا كوات هنانية ملحق يعني بأحد وقال له ما كان أنه سجن أو ما كان وقتا مثلا يعني هو كقيادة من قيادات 14 أدار منهم ملحق المفارقة اللي بدي إليك أنه قبل كان القوات والكل ياخدوا التعليمي من الرئيس الحريري مش التعليمي ياخدوا شو بدي يسميها السياسات يعني التوجهات أنه نحن عم نفكر بها الاتجاه بعد ما فل الرئيس الحريري من لبنان بقي على الوسيط مرة الأستاذ نادر الحريري مرة غطى صخوري هالشخصيات اللي حول الرئيس سعد الحريري فيما بعد لا من سنت الماضي وبالزيارة اللي عملها دكتور جعجا فتح مباشر مع السعوديين لدرجة وهاللي بدي خبرك أنه بعد الاجتماع مع الملك سلمان الدكتور جعجا ما خبروا للرئيس الحريري شو صار وهيدا حقه بني هي هو مش زعيم مسيحي يمثل رئيس حزب عم بردلهم مش عم بردلهم بس هو رئيس حزب ورئيس كتلة وما في حدا يلغي المسيحيين أو يلحقهم إن كان دكتور جعجا إن كان الرئيس أمين الجميل إن كان سلايبين فرنجية إن كان العمدون هيدا البلد أسسوا المسيحيين بنظرة بعد سقوط السلطنة أن يكون ملاز لكل الثقافات والتعدد في المنطقة وأن يكون نظام ديمقراطي يقدم رسالة بالشرق أسسوا اطلاقهم من إيمانهم بالرسالة بالرسالة ويكون أيضا جسر بين الشرق والغرب يلعب دور طبعا هذا الدور أجهد واستهدف وكانت الأحداث أكبر منه وإجاز جرع الكيان الإسرائيلي بالمنطقة ليدمر كل هالطموحات والاحتلال السوري ومن غرد بيسرب الفلسطينيين ولبنانيين وقفوا مع الفلسطينيين ضدوا اللبنانيين الآخرين يلي هن المسيحيين كله ما حدا أسر بلبنان الرسالة اللي أسسوها المسيحيين نحطها بس بوجهة وحدة يعني نجتزق التاريك بس كنت بدي أقول أنا أنه بـ 58 صار حرب أهلية وأعيد إنتاج الصيغة بزخم إقليمي نعم ومعروف وقته أعيد انتخاب انتخاب الرئيس فؤاد شهاب عامل رئيس حكومة كم شهر بعدين عامل رئيس جمهوري بالتسعين أيضا صار تسوية بناءا لشكل وزخم إقليمي وقته المسيحيين كانوا خارجوا بالمطلق يعني اليوم نحن أمام إعادة إنتاج هذا الكيان من جديد وعام أمام مرحلة من هلأ لسنة لستة شهر لسنة أمام مراحل هي بد تحدد مصير ومستقبل لبنان ومصير ومستقبل لبنان بمعنى هل سيظل موحد هل سيظل وطن هل راح يبقى هل سيظل وطن نهائي ما هو مصير الأقليات من ضمن المسيحيين بالشرق لا الأقليات بالشرق بلبنان هني أكسرية وزيادة كمان أكسرية طابشة سعتون قانون السعادة الجنسية تشوف تبين حطوا الرئيس بري على جدوى الأعمال إن شاء الله يقر إن شاء الله يكون في جلسة تشراعية تصور أنا الجلسة إلى حظوظ أنها تقطع خلينا نخلص بهالفكرة نفوت على الجلسة التشراعية فبالمرحلة المقبلة علينا بمكان ما إنه إعادة تركيب البلد تاخد بعين الاعتبار هاللي بدي أقوله نعم بإنه المكون المسيحي المشرقي مهدد وعلى لبنان أن يحافظ على المكون المسيحي المشرقي انطلاقا من قضايا المنطقة أنا أنه بحب يعني أو بدي المسيحيين موجودين بالمنطقة لمصالحي أيضا مش بس أنه لأني يعني برأي عندي أصحاب مسيحيين أو لأنه أنا معجب بكتاب مسيحيين أو لأني قرأت ميشيل شيحة وبعرف سعيد عقل وبعرف شهر المالك مش بس مشان هيك لأهميتهم القصوى هول الأهم أنه مصلحة الشرق أنه يبقى فيه هذا التعدد وهذا التنوع الذي يمثل النموذج النقيد لفكرة الدولة اليهودية هذا اللي عم بوصله أنه إسرائيل اللي عم تطمح لتعمل الدولة الصافية لليهود نحن بدنا نعمل ببلادنا المزيد من التعدد والتنوع والحضور للمكونات الثقافية كلها وعلى رأس المكون المسيحي لكي نقدم النموذج المضاد لنموذج الدولة الصافية لليهود وهذا ما بيجي بالشعر بيجي بالفعل من خلال إيصال المسيحيين إلى مواقعهم إشعارهم بالشراكة الفعلية إشعارهم بالرغبة بوجودهم ومش أنه يعني المسيحي إذا بده ياخد منصب بده يصير مشكل كبير بالبلد وباقي الأمور تمرق بشكل طبيعي أكل حر رح نفوت عن موضوع الجلسة التشريعية وكيف حضرتك شايف أنه في حظوظ العقدة بأي جدول أعمال بأي شروط وهل غير موضوع قانون الاستعادة الجنسية ماذا عن قانون الانتخاب اللي هو شكل أساسي ومطلب رئيسي بالنسبة للمسيحيين تحديدا هذا اللي اتفق على القوة اللبنينية وتيار الوطن الحر بريك تاني ومنتابع حلقتنا بمحور الأخير خليكم معنا منتابع حلقتنا بمحور الأخير ومفوط دقريع موضوع حظوظ عقد الجلسة التشريعية هالمرة بماذا تختلف عن المرات السابقة بأعتقد حدد موعد الجلسة بعشرة وحداش أو بحداش واثناش مش مذكر الحظوظ هي أنه البلد وصل لمحال يعني البنك الدولي بيرح سمع التصريح للوزير نواد المشنوع أنه ممكن نعمل يصير عنا إفلاس إذا ما شرعنا فيما يخص أمور نقضية وقروض وغير ذلك إضافة أنه ملاحظة البلد يعني ما فيه ولا مؤسس عم تشتغل نعم ففيه اتصالات عم تجري من أكتر من شهرين لعقد الجلسة طبعا كان فيه عرقيل قبل من ضمن هل تعقد بمرسوم يصدر عن الحكومة وكان النقاش وقته جزء من الخلاف أنه إذا المرسوم بده توقيع 24 وزير ولا 13 وهذه كانت بجزء من الاشتباك السياسي اللي نحكى في آخر ملامحه عن التسوية الترقيات لما أطعت وهلأ الرئيس بري لما فتنا بالعقد العادي نعم ما عاد بده عقد استثناء فما عاد بحاجة لهذا المرسوم من الحكومة صار بحاجة يأمن له يعني طوافق سياسي وليس قرار حكومي اللي يترجم بجدوى الأعمال يتفق عليه بهيئة مكتب المجلس تماما وهذا الأمر من حيث المبدأ أقر مع تحفظ القوات اللبنانية والتيار الوطن الحر لعدم إدراج البندين اللي هني بيطالبوا فيهم لقانون الانتخاب وقانون استعادة الجنسية حسب مفهمت قانون استعادة الجنسية أدرج رجع على جدوى الأعمال وهذا بيسهل للعماد عون والتيار الوطن الحر والقوات إنه يحضروا القوات ما بعرف إذا بيحضروا بس الوزير الفرنجية أعلن إنه حيحضر الوزير شو اسمه الرئيس الياس المر الرئيس ميشيل المر أيضا بيحضر وبيبقى التيار الوطن الحر فهون بيكون بس هل يمكن مع احترامنا للكل وبما يمثلون بغياب أكبر كتلتين وأكبر زعيمين يمثلين على بالساحة المسيحية وين هون الميسائية عقد جلسة تشريعية من عقدت بعد وين عم نسأل عم نفترض الرئيس بري من الأساس ما كان عم يدعي لجلسة لأنه حريص عيد الجانب وحتى أنه هو فيه يجيب أكتري يعني فيه يعمل جلسة ويجيب له نصاب يعمل نصاب ولكن كان عم بيراعي لموارني فعلا وعم بيراعي أنه أكبر حزبين مسيحيين يعني فيه بالميسائية مثل ما صار وقتها صحبوا الوزراء الشيعة من حكومة الرئيس السانيورة وكل الوقت يقول الفريق الشاعي أنه منا ميساطية وحتى وقت التمديد للمجلس الرئيس بري كان عم بيقول أنه إذا حضروا القوات يعني وقتها كانوا كتلة القوات مع الوزير الفرنجي وقتها قاطعوا الطيار اعتبر أنه فيه مكونات يعني مكون مسيحي مهم إجا حضر فيه ميساقية هلأ إذا إجا الطيار الوطني حضر بيكون فيه ميساقية طب ليش رجع أدرج قانون استعادة الجنسية يعني لأنه بالأساس ما فيه رفض للفكرة بالعكس الرئيس بري تاريخيا يرعى الموضوع العلاقة مع الاختراب والامتشار وعبر الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم وهو مع أنه استعادة الجنسية لمن يستحق حيث المبدأ ما أنه بيتماني أزار فيه أي موقف تجاه هذا الأمر اللي عم يرفضه بشكل قاطع عن المستقبل ليه ما بعرف بلك العلاقة خايفينين في مورنة في دروس في شيعة في سنة يعني حتى في هناك من يقول أنه يمكن الأقل هن من المستفدين من استعادة الجنسية هن المسيحيين بلك خايفين على البعض الديموغرافي هن هن الأكثر يشكلون بلك خايفين ديموغرافيا المستقبل ما بعرف ليه رفضين يعني بس مش متحمسين حتى سمعت تصريح للرئيس السانيور أنا وجاي أو نقل عن لسانه كلام بهذا يعني ما في شي بيبشر بالخير يعني إذا أدرج على جدوى الأعمال إذا نزل التيار وطني شارك لأنه أدرج على جدوى الأعمال قانون السعادة الجنسية ممكن يقاطع المستقبل رفضا لأله لا ما بيقاطع ما بيقاطع بس بيقاطع بس بيقاطع في ملفات كمان المستقبل حريص أنه تمرق إلى علاقة بالقرود والهبات وما إلى ذلك لأنه المستقبل بيعتبر حاله المرجعية الاقتصادية والمالية للبلد يعني منيح ندى أنه نحط على جدوى الأعمال كأنه حط طيناعا السكة ممنونينهم يعني طبعا بحلقة تلفزيونية بس نحط على السكة بس ممكن نحط على الجدوى لو يبقى بس محطوط على الجدوى ما يصير شي لا فيه النواب يطلبوا من رئيس المجلس عرضوا على التصويت وبس يتأمن له عدد كافي من المشرعين المصوطين ما فيه مشرعين في لبنان مش مشرعين يعني النائب لازجون مشرع صح فيه عشرين ثلاثين واحد بكل المجلس ممكن أقل حتى والبقين ما للأسف قلت مشرعين غلطت أنه بتأمله عدد كافي من النواب وممكن يقطع يعني بس بده دراسة أكتر بده تعرفي مين اللي بكتعطيه أي يعني وبعتقد وبدك تطعطي الحق تلقي مرسوم تجنيس بس أكيد هيدا ممنوع المس فيه ما عرف الله مرسوم التسعينات كمان عليه اعتراضات مجلس شورة الدولة مه يعني ممكن كتير كيف باقي كيف راكب هالبلد كله شو بدك تنظف تتنظف كان واجيه نحلي الفنان التشكيلي الشهير بيقول جمهورية سلفادور دالي في عملية جمهورية سلفادور دالي الجلسة التشريعية ضرورية ما لازم نحن يعني ولا حدا من الأطراف السياسية يحط عصي بالدولين ليجري التفاهم على جدول الأعمال وحصرنا إلنا تشريع الضرورة نعم يعني طلعت فلسفة نعم أنه تشريع الضرورة بس تنعقد هذه الجلسة بيتحرر كتير من الأمور في البلد اللي بتصير اللي عم تمشي بدون قانون وبدون تشريع ومرسوم بتتحرر وبتمشي بمرسوم وبتحط عجلة بتحط الوزارات على السكة بعدة أمور لازم يكون موضوع قانون السعادة الجنسية أو البند يناقش على جد والأعمال أحسن ما هيك بكنا نشوف هذا السيناريو تقرر الهيبات والقروض بيروحوا بطيروا النصاب مثلا ما بيعود في يناقش موضوع قانون السعادة الجنسية مصرنا معوادين على المسرحية البطزير أنا مني دارس بالزبط قد يستفيدوا المسيحيين منه ما دخل عليه قد المسيحيين أنا بقصد أنه الرافضين للقانون عم بيحكي بالشكل بقلب الجلسة لأنه حتى بالانتشار ما هو الانتشار بيعكس الداخل يعني كأنه فيه 60 ب40% كمان يعني ما أنه قانون طائفة لا 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 ولا يهدد أي طائفة من الطواف هذا حق اللبناني من أي طائفة اللي كان أنه يسترد فيه ضرورة أنه فيه لبنانيين سافروا بظروف بالألف تمامية وستين وطالع وفلوا وعملوا عيال وولاد وإلهم ارتباط بالبلد وإلهم رغب يرجعوا يرجعوا أولادهم أولاد أولادهم فيه ضرورة أنه ينعطوا فرصة لأنه فيه ناس حملوا الجنسيين اللبنانيين ما بيستحقوا منهم اللبنانيين أصلا يعني يعني ما فيه خوف عالديموغرافيا على كل حال طالعا ما اسم الله عمر جميل أنا مزحة يعني أنه ديموغرافيا المستقبل بالأرقام يعني الكونغرس الأمريكي طلع بال2008 دراسي الصنع أكبر طايفي باللبناني صح على واقع الشطب وبكل انتخابات هيدا الشي أكبر طايفي ومرسوم تجنيس خدم أكثر مع أنه الشيعة بيبينوا هني أكثر لأنه هني حيويين بس الصنع ومرسوم تجنيس خدم مين أصلا والأرقام المسيحيين مش بالهزال اللي البعض بيجربي صور فيه 950 ألف مش يعني 950 ألف مش أنه 30 وأقل والتهويل أنه ما تخلونا نفرجيكم العدد وأنه إذا نفرجيكم العدد ما بيحقلكم بالمناصفة هيدا التهويل هذا نشارته السفير أنا مش جابوا من عندي يرجعوا له نشر بال2008 بتصور التقرير عاملوا الكونجرس الأمريكي يبدوا عاملين طالبين من السفارة أو شي يعملوا إحصار بيهمون الكونجرس الأمريكي ليش بدوا يهمون هذا التوزيع الطائفة والمذهب ما بعرف وقتا شو كان بيهمون كتير الأمريكان ما بينظروا لنا كبلدان وكلبنانيين وشريين بينظروا لنا كسنة وشيعة ودروز فوقتا بهذا التقرير طلعوا الموارنة 950 ألف الروم 350 أربعمائة ألف بتذكر والطواقف المسيحية والكويتلي يعني بيصيروا الموارنة ومع المسيحيين الآخرين شي مليون ونص فبعده في تقل شعبي فأنا حتى الحكي عن عدم وجود مسيحيين بلبنان يعني أنه عم بهاجروا وكذا مش صحيح يعني فيه هجرة يوم عم نشوف الهجرة لكن فئات الشعب اللبناني لك على الفقر والتأثير كيف عم بهاجروا هجرة غير شرعية والناس عم بتحط حياتها يعني عكف إيدا بس بنفس الوقت فقروا كل اللبنانيين بنفس الوقت لا يزال بلبنان فيه عصب مسيحي موجود رغم اللي تعرض له بالحرب رغم اللي تعرض له بتسعينات بيبنش بنون ببين فيه عصب مسيحي من كلال عكل حال بدنا شيلين أنا مني طائفي وما بنطلق ما حدا طائفي بس ما فيك تلغي طائفي ما فيه حدا يبلغ حدا ما بنطلق من من تقديراتي للأمور من منح طائفي ولكن المسيحيين يجب أن يكون لهم خصوصي هلأ هلأ بعد شمية سنة إذا صرنا دول علمانية ومدنية ومواطنة ومساواة وقام والله سرياني عامل رئيس جمهورية أو بروتستانت أو علوي بدك توصل ترتقي بالفكر والقناعة لهاي بدك سقفات بس حتى ذلك الحين أنا بدون أدنى شك برأيي وظيفة إسلامية أولى هي الحفاظ على البقاء المسيحي وعلى فعاليته وعلى الشراكة وعلى المثاق سيد غسان نحن خلص وقتنا بعد عندنا أنجأ ديئة في الختام بعقد جلسة تشريعية وإذا أدرش فعلا فيها هذا الموضوع هل هو النافذة أو الصغرة اللي عم تنفتح بظل هيدا الأفق المسدود اللي عنا يعيشينه أم أنه لا لأن أمور طارئة هي اللي فرضتها هي بداية حل أو حل حلة بمكان ما يعني هي طالما الحوار بعد قائم الحوار مستقبل حزب الله حوار طيار الوطن الحر القوات وحوار لدعا إلور رئيس نبي بري إضافة إلى هذه المحاولات المؤسستية تحافظ على ما تبقى من البلد أما المستقبل فيحتاج إلى نوع من تعامل استثنائي مع ملف استثنائي وهو ملف إعادة تكوين السلطة أو إعادة تكوين النظام ياللي كنا عم نحكي عنه أن الظروف التي تظرف تفرض تسوية ونشوف كيف تكون هذه التسوية طبعا على وقع التطورات في سوريا إن شاء الله نشوفك بخير من هلالأواء أنا بدي أشكرك أستاذ غزان جواد على حضورك اليوم انتهت حلقتنا لليوم مشاهدينا بشكر متابعتكم وإذا الله أراد أنا برجع بلاقيكم إلى اللقاء اشتركوا في القناة